خلينا نتكلم كده في البداية إزاي حضرتك شفت احتفالية يوم تفوق الجماعات كلها برمتها مبارح هو الحقيقة كان يوم مهم جداً لأنه كاشف على تجديد فكرة الشبابية الجمهورية وعلى الخطوات القادمة فيما تعلق بالتعليم والعلم وبحث العلمي في سياق مهم يمكن كمان الرئيس عبد الفتح السيسي مبارح الحقيقة وقال إنه فعلاً إحنا قضينا الفترة اللي فاتت مرحلة انتقالية كانت صعبة كان فيه تحديات كتيرة كان فيه إرهاب فيه كمان بنية أساسية فيه صغارات كتيرة في التعليم في الصحة في غيره فكرة المبادرات ربما حالتها أصبح من المهم جداً التأسيس لفكرة التعليم والعلم هما أهساس أي تقدم وبالتالي ودي الحقيقة مش أول مرة الرئيسي تتكلم عليها لأنه قبل كده أنا كان فيه في جامعة كفر الشيخ كانت الحديثة على فكرة جامعات التكنولوجية وأهمية ربط سوق العمل بالتعليم. التعليم بسوق العمل ده مهم جداً. دائماً الرئيس الحقيقة بيهتم بهذا الأمر. مش بس توسع في الجامعات التكنولوجية. وكمان تخصصات الحديثة. إنه النهاردة فيه خارجين كتير ما بيلاقوش شغل وفيه شغل كتير ووظائف كتير ما بيلاقيش خارجين. ودي مشكلك يمكن تأسست بسبب فكرة مكتب التنسيق. وده أنا تعاملنا معاه وكتبنا فيه كتير. أكتب التنسيق. آه بيقدم عدلة شكلية لكن في الحقيقة أنه ما بيقدمش حل لمشكلة القدرات وإنه حتى ارتباط التعليم بالشغل. صحيح في كل دول العالم ممكن ما يشتغلش بشغلته. لكن على الأقل يكون لديه تأهيل حقيقي. واللفتة في هذا الأمر. الربط في هذه الطريقة. يمكن قلت أنا في جامعة كفر الشيخ. فكرة توسع في الجامعات تكنولوجية. فكرة توسع في الجامعات الحديثة. التخصصات. العالم كله بالمناسبة وشيحنا بس مشغولين بيه. ما فيش حواجز بين التخصصات العلمية وبعضها. وإنه العلم ياخد دوره. وإنه البحث العلمي هو الكفيل. بحل أي مشكلات. يعني تقدم العالم بيقوم على أبحاث صغيرة جدا بتتراكم بتحلم شكل العالم. ومصر فيها الحقيقة تعليم العالي في مصر. ويمكن ده كان مهم قوي مبارح. فكرة إن الجامعات المصرية خدت مراكز متقدمة في الترتيب العالمي. دائما كان فيه ناس بيروجوا فكرة الإحساس بالدونية. بالرغم من إنه كل الخارجين المصريين نحنا بنشكي من إنه الخارجين بيسافروا. فيه هجرة عقول. فيه نزيف عقول. مجرد معادلة بسيطة جدا بيلاقي نفسه في اللغة أو في غيره. بيلاقي نفسه متمكن جدا وبيعمل وبينافس اللي برا. بأنا عندي تعليم كويس. في الطب نفس شيء الأطباء المصريين أو غيره. ده معناه إيه؟ إن أنا عندي تعليم كويس بالرغم من كل الظروف. لإن الخامة كويسة. وده دايماً اللي الرئيس بتكلم عليه. الرئيس أكد على فكرة إنه لازم في حوارات مثلاً مجتمعية في فكرة لو أنا بعمل مشروعات تعليم جديدة. عشان اللي إمبال المواطن أو ولي الأمر عارف رجليه فين وإديه فين. وابنه ميب. قال أنا عليه طبيعي. وده الحقيقة كان فيه مشروع مهم جداً للتعليم. ما زال موجود وهو مشروع دولة. مع ذلك الناس كانت بتخاف لإنه ما كانش بيبقوا مدركين شوية لما يجري. ودائماً بيبقى فيه جزء مهم فيما يتعلق بالتعليم والبحث العلمي. ممكن ما بقاش الناس فاهمينه. مش حاجة جماهيرية يعني. لكن الواضح في يوم التفاوء. أولاً كاشف على مراحل كتيرة جداً قطعتها. برغم من ظروف كتيرة وجيتها مصر. اللي عندنا جماعات قوية. عندنا شباب يفرح. وبيسافر بره بيشرفنا. بيدخل هنا النهاردة أبحاث وكده. وكان فيه رمزيات كتيرة على الحقيقة بارح. ودائماً أنا بقول إن ده استمرار لسنوات. ده جهد السنوات. مش جهد. مش السنات إحنا بنبدأ. جهد السنوات اللي بالرغم من تحديات كتيرة زي الإرهاب. أزمات اقتصادية. بنية أساسية كانت بتتأس من قلو جديد. طرق مواني غيره. مين بيعمل ده؟ ما هم الشباب المصر. عشان كده كان فيه رد اعتبار للخريج والشباب والجامعات المصرية اللي برغم كل شيء زي ما أنا قلت. كان فيه ناس طول وقت يخترعوا نوع من الترتيبات. مشكلة مش في الترتيبات. المشكلة فيه ما يمكن أن يقدموا الخريج والشباب. ويمكن الجين زد المسابقة المهمة اللي بتتعمل للباحثين. ده حاجة مهمة جدا. أنا عندي كابتان وعندي الدوم وعندي. ده وجود الشركة المتحدة الحقيقة. البحث عن المواهد. مش هنستنى ما هي تظهر. زمان في رأي الكورة كان فيها حاجة اسمها الكشفين. النهاردة بقى فيه الدولة والشركة المتحدة والدولة المصرية كلها بتعمل كشفين لكل شيء. فالبحث العلمي كان احنا عدنا سنوات الحياة وعقود يمكن أهملنا التعليم. كانت كليات العلوم مهملة. البحث العلمية مهملة. التخصصات العلمية مصار سخرية ومصار نحنا حتى في الدراما. النهاردة اعتقد انه فيه أمل كبير جدا انه يبقى فيه التعليم والعلم هو أساس التقدم في كل شيء. وأظن ان ده القاعدة اللي بتنطلق بيها النهاردة الجمهورية الجديدة. فمرحلة جديدة تم قبلها التأسيس لحاجات كتير.